سبع صور من صور السرقة من المال العام بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجا في فيديو جديد بس حاجة تنبيه كده خطورة المال العام في غزوة خيبر كما في صحيح مسلم قال عمر أقبل نفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد المعركة في ناس ماتت من المسلمين فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي لا إني رأيته في النار الرسول ده مات في معركة إني رأيته في النار في بردة غلها آه بردة يعني عباية عباية قبل ما يوزعه الغنائم عجبته العبادي فخدها خد يعني خد حاجة من المال العام مال المسلمين قبل ما تتوزع فالعلماء هنا نبيه على خطورة الأخذ من المال العام فقال النبي لعمر اذهب فنادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا المؤمنون يبقى لازم الإنسان يطيع ربنا في كل كبيرة وصغيرة والمال العام ده يحذر منه جدا ميت في المعركة بين مسلمين وكافرين وحرم من وصف الشهادة عشان هذا العمل طيب إيه صور المعاصرة من الأخذ من المال العام واحد السرقة من الكهرباء أو الغاز أو المية اللي أنت تلعب في العداد علشان ما تحسبش عليك ده مال دولة إخوانا الدولة ليس لها مال إنما هو ماله الناس ماله الشعب فأنت كده بتاكل من المال العام لأن ده واجب تدفع الفلوس دي لكن إنت احتفظت بقى لنفسك كيبقى أنت أخذت من المال العام اتنين الأخذوا من الإعانات بدون استفاق الشروط زي التموين في مصر كده عندنا حاجة يسمعها التموين كل شهر بيصرف لك معونات غذائية للأسر اللي لها اشتراطات معينة فبعض الناس مش مستوفاء الاشتراطات دي بس بتجذب علشان تاخد من المال العام بدون وجه حق تلاتة الزواج العرفي الستات كتير النهاردة دلوقتي بيتجاوزوا عرفي عشان تفضل تاخد معاش أبوها وهي المتجاوزة طبعا مدام متجاوزة جوزها بيصرف عليها لكنها بتتحايل عشان تاخد من المال العام تقولي بس الدولة والحكومة يا إخوان الناس دي ظالمة من ظالمة دي عند ربنا أنا أتق الله في عملي أنا حسابهما على الله حسب أعمالهم لكن أنا التزم بوجب الشرعي أربعة استخدام سيارة العمل ودي كتير جدا جدا في المصالح الحكومية أو في أغلبها وتلاقي بقى ممكن يضرب خط سير وهمي وتلاقي بيوصل فلان زميل وهو يروح مشاويره الخاصة ويرجع السواء أو الناس اللي بتركب معاه أو يروح يعزه ودي كتير جدا يروح يعزه صديقهم بالعربية بتاعت الشغل ماشي التعزيه دي شيء كويس بس بعربية كنت أو بفلوسك كنت إنما مش بعربية الشغل أربعة استخدام أدوات العمل زي الورق زي القطن زي أدوات النظافة زي التليفون تتكلم في الموبايل برصيد العمل كل ده غير جائز حاجات شخصية ده غير جائزة خمسة استخدام النت النت يا أخوان للشغل النت لو استخدمته ما بيبطأ في يعني في النهاية أنت بتسحب من الجيجاهات بتاعت النت اللي كانت بتفيد الشغل فلو الشغل بتاعي كان بيخلص في عشر داي خلص في ربع ساعة أنت تاخد زنب فرق الوقت ده اللي أنت تققلت النت باستخدامك الشخص أنت مش من حاجة تستخدم النت استخدام شخصي بتاع العمل حتى لو أزن المدير المدير موظف زيك ده مال عام ده للعمل وفقط إنما أنا جا أشغل النت بتاعي أشغل النت الخاص بي مش بتاع العمل ستة التزويق من العمل ما أنت لو اشتغلت أربع ساعات من الستة وخدت مرتب على ست ساعات يبقى أنت فيه ساعتين خدت عليهم أجر من المال العام بدون عمل حقيقي يبقى التزويق ده يعتبر أخذ من المال العام سبعة الاختلاص استغلال المناصب ونفوذك في المجتمع في اللي تتشتري أراضي بأسعار رخيصة جدا أو اللي أنت يعني تختلس الأموال الطائلة بدون ما حد ياخد باله وتبقى مجرد كنت موظف بسيط بقيت من أغنى الأغنياء لنهبك من المال العام طبعا ده كله من السرقة من المال العام الذي هو من الخطورة بمكان في الشريع الإسلامية دعاموا الفيديو بشيروا من شرف القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم